في نقطة مهمة جداً عاوز أتكلم معاك فيها يا كريم وهي الناس دايماً كانت بتتكلم أصلي فيه جهد بدني وفيه إرهاق كبير جداً للعيب النادي الأهلي ومارسل كولر ممكن يعمل ده إزاي كنت جيت معاك الأسبوع اللي فاتحه وبنتكلم على ضغط مبارات النادي الأهلي نادي الأهلي لعب جمعة اتنين جمعة بعد كده اتنين بعد كده لعب خميس انت بتتكلم أكريم في الخمس مباريات كلها أدوار نهائية دور نص نهائي ودور نهائي والرتم البدن فيه عالي جداً وكل فريق بيلعبك بأقصى قوة ممكنة تيجي بقى أتفرج عن النادي الأهلي النهاردة 90 دقيقة وزود عليهم كمان نص ساعة النادي الأهلي بيلعب 120 دقيقة والنادي الأهلي لعبته كلها لسه وقف على رجلها ده يحسب لمين؟ ده يحسب للإدارة الفنية للجهاز الفني للنادي الأهلي يحسب لمدير فني عارف كويس جداً إمتى يعمل روتيشن ناس كان بتنتقدوا روتيشن الكتيري بتعمل النهاردة بيلعب بالقوام الرئيسي في خمس مباريات متتالية ما غيرش غير مراتين تلاتة في بعض المباريات في بعض المراكز الراجل النهاردة يا كريم بيلعب 120 دقيقة وبيقدر اللعيبة كلها تبقى مميزة نقطة تانية الجهاز الطبي العملية الاستشفاء عملية الاستشفاء دي صعبة جداً بتتكلمنك بتسافر من بلد تروح لبلد تانية بتلعب في مطشات تانية مختلفة الرتم عالي جداً مواعيد المباريات مختلفة الرتم نفسه بتاع المطشات مرة بتلعب بشوت لأولاني بتبقى ضغط شوت تانية تلعب تحت الكرة بتلعب بعد تحولات بتلاقي النجوم بتاعتك كلهم فايقين ده يرجع لمين؟ الاستشفاء حاجة تانية محللين الأداء ازاي ان انا بقعب بشوف كل فريفان انت بتتكلم يا كريم انت بتتكلم في عوامل كتيرة جداً تاخدنا ان في منظومة وفي مؤسسة قوية اسمها النادي الاهلي المؤسسة دي نكحة ليه؟ نكحة عشان فيه عوامل كتيرة جداً ولا يصح الا صحيح ان واحد زائد واحد بيساوي اتنين لما تلاقي مدير فني قوي تلاقي العيبة على اعلى مستوى تلاقي عمق في الاسكواد تلاقي الجهاز الفني المعاون للمدير الفني ده بيقدر يطبق له كل حاجة اقدر اعملك استشفى اقدر احللك اداء الفرق اللي انا بلعب قدامها اقدر ان انا انمي افكار كتيرة بتبقى موجودة عند اللعيبة اقدر ان انا النهاردة كنا بنتكلم واحد زي امام عشور كنا بننتقدوا بشكل كبير جداً لمونزو مجيئوا للنادي الاهلي امام عشور بيلعب شوت او شوت ونص نهاردة امام عشور هو نجم مبارات النادي الاهلي اخر مباراتين لحد تسعين ديئة والحد بعد كده فانت بتتكلم يا كريم ان مؤسسة قوية زي النادي الاهلي نكحة عشان فيه عوامل كتيرة جداً مفيش اي عامل ناقص فبالتالي مبروك لجمهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي